يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل يجوز لي في الطواف في الحج أو العمرة أن أطوف بابنتي الصغيرة وأنا حامل لها أم أنه لا بد لي من طواف أولا عن نفسي ثم أحملها وأطوف بها بعد ذلك وكذلك في حالة السعي هكذا ذكر الفقهاء أنه يطوف بها أولا أو يطوف لنفسها أولا ثم يطوف بها فلابد من طوافين لكن هذا فيه مشقة خصوصا بالوقت الأخير والزحام والخطر فالدين يسر ولله الحمد يطوف بها ويكون هذا عنه وعنها لأنه يصدق عليها هي أنها طافت محمولة وهو يصدق عليه أنه طاف ماشي وهذا من باب التيسير ولا دليل على أنه يكرر الطواف مرتين ما فيه دليل مع ما فيه من المشقة والخطر في أيامنا هذه نعم